أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة تكثيف الجهود الدولية المنصقة لوقف الحرب الدائرة الحرب الدائرة في غزة وإنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينية وتضمن الدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية امتثالاً لالتزامات الدول لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أيضاً بالإضافة إلى مراعاة لأبسط قيم الإنسانية جاء ذلك خلال استقبال الوزير للنائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض في مجلس العموم البريطاني ديفر طامي وزيرة التنمية الدولية في حكومة الظل النائبة ليزا ناندي أكد شكري على العواقب الإنسانية والأمنية الخطيرة لتوسيع القوات الإسرائيلية من عملياتها البرية في قطاع غزة والنجم كذلك عن ممارسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة العزل من قصف متواصل وحصار وتهجير قصري واستهداف عشوائي للمدنين نجم عنه تجاوز أعداد الضحايا لثمانية ألاف وخمسمائة منذ بدء الأزمة كما شدد شكري على ضرورة توصيف الأطراف الدولية لهذه الكارثة الإنسانية بمسمياتها الطبيعية وبعيدا عن أي مبررات مغلوطة تندرج تحت مسميات حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب فضلا عن تكاتف الجهود الدولية لتوفير الحماية لازمة للمدنيين والحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة ترجمة نانسي قنقر